احتجاجات ايران تتواصل لليوم الرابع بينما اتسعت رقعتها وزاد عدد المشاركين فيها وتساعدت المطالب وصولا الى اسقاط النظام وتظهر لقطات نقلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي اطلاق قناصة وقوات امنية الرصاص الحي واستخدام القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين ما ادى بحسب منظمات حقوقية الى مقتل عشرات المتظاهرين وجرح عدد كبير منهم وبحسب النشطاء فان السلطات الايرانية لا تزال مستمرة في قطع الانترنت ومنع وسائل الاعلام من تداول الاخبار وسائل اعلام ايرانية رسمية اكدت اعتقال نحو الف متظاهر في اكثر من مائة مدينة ايرانية بالاضافة الى مقتل عنصر امني خلال المواجهات في حين يؤكد النشطاء ان الارقام هي اضعاف ما تم اعلانه وفي المقابل اضرم المحتجون نيران في مصارف ومراكز للشرطة وسيارات في ظل تساعد الغضب الذي اشعله قرار برفع اسعار الوقود من جانبه اكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان حكومته ستقدم مساعدات للفئة الاجتماعية المحرومة مشددا على ان الاحتجاجات حق للشعب لكن دون المساس بامن البلاد مشيرا الى ان الحكومة كانت امام ثلاثة خيارات لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب منها رفع اسعار البنزين وعلى سعيد ردود الفعل نددت الولايات المتحدة باستخدام السلطات الايرانية القوة الفتاكة ضد المتظاهرين السلميين مستنكرة القيود التي فرضتها السلطات في طهران على الاتصالات وخدمة الانترنت من جانبها ردت طهران مؤكدة تنديدها بالدعم الذي اظهرته الولايات المتحدة لما اسمتهم مثيري الشغب وبحسب احصائيات عالمية فان خسائر ايران من قطع الانترنت يوميا بلغت 369 مليون دولار في حين كان مستوى العنف واعمال الشغب اكبر واكثر تخريبا بالمقارنة مع احتجاجات عام 2017 كما يفوقها في عدد الاصابات البشرية والخسائر المادية